اهلا وسهلا مميمات اهلا وسهلا صحابتي الزوينات كديري اللي بس عليكم اش كتعودوا امركم زيانة اتمنىكم يا رب تكونوا بي خير وعلى خير تكونوا ناشطين وفرحين بولداتكم بولدكم ومعز عليكم وعواشر وبروكة الله يدخل عليكم الصحة والسلام والرزق رمضان مبارك سعيد اش كتعودوا يجاكم اول نهار في رمضان مهم هنا يجب ان ندير في المونتاج هتكونوا تموها فطرتوا البنات يعني هذه اول ما اذا رمضان سنشارك معكم باذن الله اه مهم بغي نشارك معكم اكل نهار ديالي وصافيها البنات وما كل واحد يعني اه تبارك الله عليك يعرف شنو كيدير كيعرف شنو كيوجد وكل واحد على حساب استطاعة ديالي وصافيه مهم انا نقدم معكم مائدة ديالي البسيطة جدا البنات بدك الشي اللي هندير ان شاء الله هنحاول بارتاجه معاكم واحد الشي اللي كان مهم تبعوا معي الفيديو تلاخر وما تنسوش ليه واحد اللايك اول حاجة البنات غني بدا بيه هو الريب اه مهم بالنسبة الريب البنات غني صايبته البارح في الليل باش هكاليوم يصبح ليه عاقد بالنسبة المقادر هنا اخويت نصي طروط الحليب ضفت لي جوج كيسين ديال دانون فاني ضفت ثلاثات الكيسين ديال الحليب بودرة وضفت جوج شاصيات ديال الفاني وعندي جوج كيسين ديال سانيدة كما كتشوفو غنخلط البنات مزيان هاد يعني هاد العناصر او غنزيد نضيف واحد نصي طروط الحليب مهم ضفت غير نصي طروط بلا ما خلطت هكالعناصر واحد اضفت نصي طرو الاخر نصي طرو الاخر مهم هنا يا البنات غنعود نضيف عليهم جوج ايطرو ديال ما غليان يعني خارج الي سبولة البنات وغنخلط مزيان صافي البنات كما كتشوفو وغنصد عليه صافي وان شاء الله حتى اللي غدليه من اللي غنحلو غنوريكم هكا كيفاش يعني خرج معايا الرايب مهم اللي ايجاتوا الكمية كثيرة يعني دير نص المقادر انا كنبغين ديرها كمية كثيرة لاني كدليه يومين تلتيام وليوم في الصباح البنات كما كتشوفو غنحل هكا على الكوكوت ديالي كما كتشوفو شوفو هنا الرايب البنات كتيجي عاقد شو كتيجي البنات صافي نخلطوا هكا باش نخوي هكا في القرائي وانديره ان شاء الله في تلاجي بردلية كما كتلكم انا كندير كمية اللي كبيرة لبنات كتبقى لي يعني ما كنبقاش كل مرة يعني كل نهار ندير هكا الرايب صافي كندير كمية اللي كدليه كما كتلكم يومين تلتيام وصافي هاتش اللي كان مهم دبعا نخوي هكا في هكا في القريعات وغانديره كما كتلكم في التلاجة هكا يبرد لياه وكذا ما برد البنات كيجي رائع وكذا ما بقى في التلاجة كيزيد يختار البنات وكيجي الماضاق دياله رائع بسافي مهم نسالي هكا وغاندوز ان شاء الله نوجد معاكم الحريرة مهم ذاك الشي اللي بردال بنات الحريرة مهم اسا شاء الله اليوم غنبرتاجيه معاكم بالتفاصيل وهنايا غنوز دياله الحريرة مهم غنحاول نحاولي نحيطي الية الحريرية اللي ولا نجمعها ديرها فلكوكوت هكا ونخليها مهم يعني تنقص عليها هكا عشان شغالة ديال مهم انا حاولت انا نبرتاجي معاكم ذاك الشي اللي دارته دقة بدقة مهم هنا يا عدس الحمص ، البصلة ، القصبر ، دنوس ، الكرافوس هنا نضيف العطرية هنا اضفت خرق ومعرق هنا نضيف الحريرة هنا نضيف حمارة نضيف البزار و الملحة نضيف سمن كما ترى نضيف سمن نضيف المهنية الى اضفت المهنية و نضيف وهنا اضفت حسنا هنا نضيف المهنية 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 و اضيف ملحة وقوم نضيف المهنية اصف هنا البنات نجمعك العجينة ديالي بالمدافئ كما تشوفو نجمعها مزيانة البنات ونضيها ونجيبها مزيان حتي نساجموا لهكا العناصر ديالي يعني الفرص والفينو كما تعرفوا يعني العجينة اللي كيكون فيها شوية الفينو كتبغيك تدلكيها واحد شوية هكا بتجمعك ناجحة موش يعني ما تدلكيش بزاف غير شوية وصافي موم هنا اديتها وجبتها البنات كما تشوفو ونضيها في البلاستيكا ونخليها ترتاح البنات قد مرتاحة راهم زيانة البنات يعني اديروه في الصباح وما تستعملوها ان شاء الله تلعشية موم هنا عنا ناخد البنات المقلة هنبدن نوجد البنات مباشرة هنا هي الحشوة باش هكا تبردية موم هنا اضفت المقلة درت فيها الزيت وهنا اخذت واحد البصلة اللي كبيرة هكا قطعتها في هاشوار البنات قطعتها كرقيخ كما تشوفو ونضيف لها مكور مكور اللي قطعتها حتى هي رقيقة كتجاد الحشوة رائحة على البنات وبنينة بزاف ونضيف هنا واحد الصدر ديال الجيش ومع واحد الكمية صغيرة لبنات ما مقطعتها هي رقيقة كما تشوفو سوف نضيف التوابل سكنجبير خرق ومعرق حمارة سوف نضيف التوابل الفلفل الحار وثومة والربع القزبر والمعدنو سيابسين هذا ليس بالضروري سوف نضيف الملح سوف نضيف الصوجة وفي الخارج سوف نضيف الفرماج ونضيف خلط الفرماج سوف نضيف الخالج ونضيف السدر سوف نضيف الفطر سوف نضيف السدر سكنجبير ثوم بودرة سوف نضيف التوابل حمارة حمارة خرق ومعرب قليلا البزار نضيف قزبر وقليلا تضيف قيلا ونضيف لا تقتل ملحة قطعت معكم تصوير سوف نخلط و نغطيها و نشرب ان شاء الله مرحلة 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 نقضي العجين 1-30 من ساعة و نقضي العجين مرحلة سوف نقضي مرحلة نقضي 3 كويرات 4 من الممكة لنضع عجين نقضي مرحلة كما قلت لكم درتها قسمتها على جوج كوات كانوا يخرجوا لي اربعة ولكن يعني الكورة اللخرى قسمتها على جوج يعني خرجوا لي خمسة سوف نغطي عليهم البنات ونخليهم ارتاحوا واحد شوية ونشيك نعمر هكا القطيبات ديو اللا دانت يعني اي حاجة وجيتها كالتيسا يعني كجيني مزيانة ما تنطغطش هكا في الاخير كما كتشوفو اصف هنا هي البنات غمدها كنورقها كاف العجين ديالي موما البنات ورقت غيب زيت مدارة لازفدال التحاجة موما كما كتشوفو هنقرسك القرصة اللوله مزيانة البنات نحاول انني انورقها مزيان حتى تباليا كرخامة كما كتشوفو صافي عند هناك الوجوه ديالي بزيت وغنقطعها هكا على ربعة كما كتشوفو صافي هنا هي غنبدا نوضع الحشوة ديالي صراحة يعني هاد المسيمنات كي يجوهكا اه سريع عند غياكا كي يوجدوه البنات لانكي كتعمروا اربعة في خطرة واحدة صافي هنا يوكلوا كما كتشوفو يعني اراه الفيديو يعني شارح راسو كما كتشوفو وغنستمر بحلقة البنات حتى نكمل لك العجين اللي عندي موما هنا غنبدا نوضع فيهم هنا في اللاطة وغندوز هكا الثانية بنفس الطريقة البنات غنورقها مزيان حتى تورق ليا وغنبهن هكا بشوي دسيت وغنقسمها هكا على ربعة وغنبدا نوضع هكا الحشوة تجد الحشوة البنات كتجد الحشوة بنين بزفة البنات لله العادي مغي يجربوها ان شاء الله واردعوا اياكا في التعاليق صافي سوف نستمر بحلقة حتى نكمل كامل العجين اللي عندي ان شاء الله انا اخذت واحد صفر ديال البيضاء اللي زيت عليها كالصوص ديال السوجا صافي وغن ندهن به هكا المسمنة ديالي وغنزينه بزفة الجليان وغنجبدك البنات دوك السيجارات اللي كندرت ديال الفرماج البنات اللي كندرت معكم في الشعبين غنجبدو مكا مباشا راكا مجمدين عندي رماكا في اللاطة يعني مدخل مدخل اللاطة الفران كما هنا كما تشوفوا وغندخل كل شي هكا اي طيف يعني في خطرة وحدة وهنا عن دوز هكا ندور الحريرة موم هنا اضفت الحريرة ماطيشة هكا حكيت حضربعات الماطيشات او ضفت هنا ماطيشة مركزة وهناي غنضيف البنات واحد شوية شعرية صافي نخليت اتغلاء وعادة غنضيف لهاكا يعني طحين اللي هم خلطتو بالماء ونخليهاكا طيبة البنات بالنسبة لهنا البنات خليت هكا حتى قرب المغرب عادة غنضير هكا القطيبات ديال لادان دموم مختيش هاد المقيلة لديه انت بزيت تاخدوا اي مقلة البنات ممكن تكون متلصقش غد هنا غيب شوية زيت وتشفوه في هكا القطيبات ديالكم ومغن نستمر بحلقها حتى نكمل هكا الكمية ديالي ديال لادان وغندوز هكا نصوب العصر معكم ان شاء الله وهناي غنوجد هكا العاصر بالنسبة لهناي غنضير مركزة الحامض اللي فيتلي وجدته معاكم غناخد منه هكا جوج معالقة البنات كما كتشوفوه هناك كرا كي يعني كي تهزمعكم بسهولة لانه كي بحل القلاس سوف نضيف عليه هكا واحد ثلاثة البانانات وغنضيف عليه هكا واحد تقريبا واحد الايطرو ديال الماء وصوفوه نتحن كل شيء البنات يعني عاصر الساهل اموه نعيش البنات كي يجيب زوين بزيف البنات البانان والحمض كي يجي رائع البنات بزيف سوف نخوي هكا في القرعة ومشي نوجدها كالطبيلة ديالي وهذه هي الطبيلة ديالنا ديال الفطورة البنات اللهم ادي مانع ما يا ربي وحفظه من الزوين ومهنا بنتي رقاسة لابسة القفايطين محتعف لابراسة لان كما قلت لكم هنا اول مرة مسكينا كتصوم يعني ما عمرها صامت اول عام ستصوم اليوم صامت وصافية شيء اللي كان البنات مهنا بالنسبة الفطير ديالي اللي شاركت معاكم هو هذا البنات مهنا بالنسبة للمسيمنة ديال فرانسة حجورة عيون الحريرة القطيبات حتى ومجوا بنات فتيين وهنا هدو كجوج مسيمنة لطيبات البنتي وصافي وبريري ديال ايتي يا البنات هاد شيء اللي كان كنتمنى الفيديو ديال اليوم الى الاعجاب ديالكم وما بقاليا الا نودعكم تلقوا ان شاء الله فيديو جديد ما تنسوني شمالي لايك والتعليقات ديالكم زوين المحفزة ومهنا بنيتي رح اعطى لهاك الحليب التميرات كتصنى كفا كتصنى كفا في المؤدين باش يقدم وتفطر وصافي هات شيء اللي كان لبنات الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله ما نكراش انكم تبرتجوا ليه الفيديو مع الناس هكال اللي كتعرفو والى اللقاء اشتركوا في القناة